يجب ان تصبغات البقعة الداكنة و البشرة اللونها غير موحدة يجب ان تحصي على بيض و ليكلة في البشرة اليوم سوف نعطي سر اللي يجعل البشرة تلمع بالبيوضة هذه الوصفة مدمرة للسواد والبقعة الداكنة والتصبغات يجعل البشرة اللونها موحدة يجعل لك اللون البشرة و تعطي 10 درجات نتائج خيالية البنات في الطبيض و هاد الوصفة هادي غتجربوها و غترجعو تشكروني عليها كامل في التعليقات الوصفة ساهلة و المكونات ديالها بطاطن و ساهلين متوفرين في كل بيت تقريبا بعدين دوزو دا بتشوفوا معي الوصفة و لا بغيتي اختيتها اللي في راسك و بغيتي البشرة ديرك تقول لي زوينة بزاف غادي نعطيك اليوم هاد الوصفة اللي هي وصفة صراحة من اروع الوصفات اللي غادي تجربو غادي نضيعو على بركة الله هاد الوصف منكين ديروها اول حاجة ممكن ديروها الجسم ممكن ديروها البشرة ديالكم مهم غادي نضيعو على بركة الله اول حاجة غادي نحتاجوا للسابون للسابون ديالدوف ممكن تستعملو اي نوعية يعني اي نوعية كتفضلوها نستعمل هذه النوعية نستعمل كمية السابون نضيف ماء الورد نستعمل كمية السابون نضيف ماء الورد من المنزل تعمل حسب الأسفل نضيف ماء السابون بسبب شعيف سأكون رقيقة هكا باش ضغياء يدوب يدوب ليك مهم غادي نخلي هنا حتى يدوب من بعد عادي رجع معاكم باش تشوفوا معايا ان شاء الله تاتيمة ديال الواسع احنا من بعد ما خلط الخارط مزيان وكيف ما شو معايا خليشوا واحد شوية ولا بهات الشكل بعد ما غادي نحتاجو لنشط دورة كيف ما كتشوفوا معايا عادي نخطو معلقة صغيرة ديال النشا هاد الشكل وهاد الوصفة ممكن تطيرو كيميا اكتر الى بقيتو تطيرو تطعفو الكيميا ديال المكونات مهمة نخلطو هاد النشا مزيان كيف ما كتشوفوا معايا بنسبة لهاد الوصفة ممكن البنات تطيروها العنق ديالكم الى شدة فيه الشمشة ولا عندكم تصبغات كتيرة في العنق مثلا اندرتوشي سنسلا وقاليكم داكلا عطراسك حل زرقات لكم العنق ديالكم اولا عندكم الطبعة يعني في المرفيقين عندكم ديالك الكحولية في الركاب ديالكم مهم الجسم كام ممكن تطيرو لهاد الوصفة هادي من بعد غادي ناخدو الدقيقة ديال الحمص هذا الدقيقة ديال الحمص هالبنات الدقيقة الحمص لكم عارفين مفيد بزاف مبيض ممتاز للبشرة غادي ناخدو منو تقريبا هنا درج واحد معلقة كبيرة عام رمزيان تقريبا ديال الدقيقة ديال الحمص وغادي نخلطو مزيان كيف ما كتشوفو معايا نخلطو هاد المكونات هذا ماسك زوين البنات ماسك كيف ما شو معايا في مكونات اللي هي طبيعية ماسك اول حاجة إلا كانت البشرة ديالك شدة فيها الشمش رأتي فتح البشرة وفي واحد لها اللون إلا عندك الآثار ديال الحبوب عندك الزروقية التصبغات كتيرة يعني وجهك حالته أراه معا المداومة على هار الوصفة هذه ماشي المداومة يعني مدة طويلة غير تديري هالمرة الأولى الثانية الثالثة للبشرة ديالك تتنقى مزيان تتنقى من بعض قادي نضيفو حالب مجفف حتى هو في بزاف ديال الفيطامينات في بزاف ديال الفوائد بالنسبة للبشرة ومرطة ممتاز للبشرة كنديرو معي لقا صغيرة صافي ونخلطو هاد الخالط مزيان كيف ما قدشوفو معايا حتى ينتاج مولينا هاد المكونات كاملين البنات اللي بغات الضيف عرق سوس ممكن الضيف عرق سوس سوى موفيد بزاف عرق سوس مطحون رشكل بودرة ممكن الضيفي واحد معلقة كبيرة هكا ممكن تزيدها لهاد الخالط تهوزوين وكي قضيع لتسبوغات والكلف من بعد غادي نزيد واحد شوية ديال الياغور الطبيعي او لدانون السوس تقريبا معلقة عامرة كبيرة بالنسبة لما درتوش ماء الورد خلاص راكم غاد ديرو يعغورت عادي هو اللي تخلطو به الوصفة او صافي وغان خلط هاد المكونات مزيان كيف ما كتشوفو معي حتى يولي ذي يوحد القوام كريمي بالنسبة ل الماء الورد ما تكتروش سوف نخلط هذه المكونات من بعد أن تأخذوا الزيوت من الاختيار على حسب الزيوت التي تستعملها والتي توافق لكم البشرة سوف نستعمل زيت اللوز الحلو و زيت الورض ثم سوف تستعملوا الزيوت التي تستعملها البشرة إلا ما عندكم ممكن تستغنو على الزيوت هذا هو القوام الخليط سوف نستعمل زيت اللوز و زيت الورض ثم سوف نستعمل هذه الوصفة من نسبة لكمية كمية سوف نخلط هذه الوصفة و من نسبة للطريقة أول حاجة كتغسلوا البشرة ديلكم مزيان البشرة تكون نقية يعني كتغسلوا بذلك الغاسول ديلكم ديال الوجه كتغسلوا البشرة ديالكم و من بعد تتنشفوا و كتتوضعوا هاد الوصفة على البشرة ديالكم من البنات كتغليوها من يعني بحال لهاك خمس طرح دقيقة البنات مهم كتغليوها هكا خمس طرح دقيقة و على حسب البشرة ديالكم مهم البشرة ديالها كتعرف بشرة ديالها حساسة ضروري تجربين في واحد البلاصة هكا في البشرة ديالك و غتشوفي الى مدارة الكوال و غتستعملها يعني لحسب البشرة يعني كلها بشرة و كيفش دايرة ممكن كذلك تستعملوا هالجسم ديالكم خليواتها من الساعة و من بعد قوميوها و غسلوا بشرة ديالكم بالنسبة للوجهة كما قلت لكم خمس طرح دقيقة صافي و كتغسلي البشرة ديالك هاد الوصفة اراها زوينة بزاف اراها كتنقصتك تسبوغات و كتوحد للون و مع الاستمرار على هاد الوصفة اليوم الاول الثاني الثالث ارا البشرة يعني كتتوحد لهذاك اللون ديالها و ما كيبقوا لتسبوغات لآثار تيال الحبوب لاتشي حاجة وصفة عن تجربة يعني غادي نفارتاجها معاكم زوينة بزاف اليوم ما قلت غادي نستعملها و قلت عليش اللمس ما نشاركش معاكم كيف ما كتعرفوا ان هاد الفصل هاد الوصفة ضروري اللي ذيدات ديالنا كتشت فيهم الشمش و قلت غادي نستعملها لانها زوينة و ممكن تستعملوها احتل الرجيلة ديالكم انا زوينة بزاف الاثناث و هذا مكان هاد الوصفة هنا من نسبة لهاد الوصفة اه من احسن ديروا ذكشي اللي غادي تستعملوه يعني كل مره ذكشي اللي غادي تستعمل سهلة يعني كمشوا معايا طريقة رساهلة وبسيطة فكشي اللي درتي غادي تستعمل العنق ديالك وجهك عنقك رعواتك يديك ركابي ديالك تصافي و غادي تغسلي و تديروها واحد ثلاثة المرات فستيماعنا رزوينة البنت و جربوها و اردو علي خبار التعليقات و هناك نصرت نهاية الفيديو سنقول لكم شكرا لكم عن المتابعة و ان شاء الله مع وصفة جديدة و مع فيديو جديد و ما تنسى ليش وحد لايكا كبير ديالفيديو و في امني الله شكرا لكم